بسم الله الرحمن الرحيم اخواني طلبت الفرقة الثانية كلتا الطب بجامعة الفيوم هناخد مع بعض موضوع مهم جدا All practical part of physiology الخاص باليوروجينتال موديول الجزء العاملي الخاص باليوروجينتال موديول اللي هنتناوله فيه جزئين Part 1 و Part 2 وهناخد في الجزء دي موضوعات مهمة جدا هناخد حاجة اسمه الكدني function tests ايه هي الاختبارات اللي احنا بنعملها عشان نعرف ان الكلية بتاعتنا شغالة كويس ولا فيها اي مشكلة هنتناول في الجزء دي اختبارات عديدة هنتناول فيها اختبارات متعلقة على البليورين اناليسيس تحليل البول من حيث الكمية الفوليوم والكاركتر والفيزيكال كاركتر والكيميكال كاركتر وغيرها من الحاجات المتعلقة ب اليورين اناليسيس تحليل البول ايضا هنتناول اختبارات اخرى متعلقة بالبلود اناليسيس ناخد عين الدم من العيان ونحلل وظائف الكلا من حيث البلود يوريه والكرياتينين وغيرها من الحاجات الخاصة بعينة الدم يبقى بناخد عينة بول عشان نعرف وظائف الكلا وبناخد عين الدم ونعمل لها اناليسيس عشان نعرف وظائف الكلا هناخد اختبارات تعتمد على بلود ويورين اناليسيس ودي هناخدها في الجزء التاني بارت 2 وهناتناول بقى الامدجينج التكنيك باختصار ايه الاشعات اللي ممكن نعملها لمريض اللي عنده مشكلة في الكلية عشان نشوف هل في مشكلة ولا وطبيعة المشكلة الامدجينج اللي هي الصورة الاشعة اللي مستخدمها الامدجينج التكنيك من حيث اشعة الصمار او اشعة سيتي سكان او غيرها من الاشعات اللي احنا هنتناولها ان شاء الله وهنتكلم عن مثلا من الكلة واشوفها واشوف الباسولوجي الخاص بها تمام دي الحاجات البرود اللي احنا هنتناولها في الكيدني فونكشن دي يعني هناخد حاجات اختبار تحليل البول وناخد عينة من الدم ونعمل بلاد اناليسيس ونشوف وظيفة كلا وبناخد عينة من الدم ومن البول وبناخد حاجة اسمه الكليرانس سواء كان كريات من كليرانس او انيولين كرييرانس زي ما هناخد في الجزء التاني من محاضرات العملية وهنشوف ايه الحاجات الاشعات اللي ممكن نعملها عشان نقدر اللي هو الامجينج تيكنيكس اللي احنا نقدر نعملها لمريض الكلا بالاضافة الى المورفوليجيكال بروسيديورز يعني البايوبسي مثلا عينة الكلا ونشوفها تحت الميكروسكوب دي هبارة عن الحاجات اللي احنا هندرسها في بارت وان و بارت تو هندرس في بارت وان الايتم الاول والاختبارات الخاصة بالبلود البلود اناليسيس والامجينج تيكنيك باختصار والمرفولوجيكال بروسيديورز اللي بنعملها باختصار اما في البارت تو بناخد الاختبارات المتعلقة بالبلود واليورين اناليسيس هناخد حاجة موضوع مهم جدا في الطب وفي الكدني الكليرانس تمام والسيجنيفكانس الخاصة بي في بارتو نبدأ يا شباب بالاختبارات التي تعتمد على اليورين اناليسيس تحليل البول طبعا كلنا كادا كاترة لازم نبقى عارفين ان تحليل البول ده حاجة مهمة جدا وبيرفلكت لو في اي مشكلة موجودة في الكلا ده بايه اللي ممكن اشوفه في تحليل البول يرفلكت المشكلة الفلانية الموجودة في الكلا بعمل حاجة اسمه روتين يورين اناليسيس ان انا دوقتي المريض جايلي بيشكي مثلا بمشكلة حرقان في البول بيعمل ميا كتير عنده واجع في جنبه اليمين او الشمال شاكك ان عنده مشكلة في الكلا فبعمله يورين اناليسيس يعني تحليل البول لما بعمل تحليل بول باعتمد على في الكممنت على الورين اناليسيز على الات اول حاجة الورين فوليوم يورين فوليوم يعني كمية البول بخلي العيان يجمع بول لمدة 24 ساعة او يوم كامل طبيعي انت كشخص طبيعي في الورينج نورمال كونديشن بتعمل فايدنج يعني بتنزل في اليوم من نص لتر لتر ونص ببتنزل من نص لتر لتر ونص في اليوم ولكن في بعض الاحوال المرضية والفيسيولوجية ممكن يحصل لك حاجة اسمها بوليوريا بوليوريا يعني كمية البول اللي بتنزلها بيكون اكتر من الطبيعي يعني اكتر من اللتر ونص وده بيحصل نتيجة فيسيولوجيكال كونديشن زي اكسيس هوتر انتيك يعني واحد بيشرب ميا كتير لو انت بتشرب ميا كتير بتعمل بول كتير بيسمها بوليوريا ودي حاجة فيسيولوجي بتحصل. ايضا بتحصل نتيجة امراض معينة زي مرض الديابيتس انسيبيتس وخدته طبعا في الاندوكراين ميديول. الديابيتس انسيبيتس عندك مشكلة في الانتدياريتك هرمون كهرمون او الريسبتورز اللي بيشتغل عليها. فيبقى عندك بوليوريا بتقدرش تحتجز البول. فيحصل لك بوليوريا. الناس اللي عندهم مشكلة في الانتدياريتك هرمون. سيكريشن او ريسبتورز اللي بيشتغل عليها الانتدياريتك هرمون. فبكده النزو بيكون عندهم بوليوريا. البول بتاعهم بيبقى كتير. تمام? ايضا الناس اللي عندهم ديابيتس مليتة السكر. السكر ده بينزل في البول وبيزحب مياه. فبيكون عندهم بوليوريا. تلاقي العيان السكر تلاقي بيدخل الحمام كتير بالليل. تمام? كده قلنا اللي بيدخل اكتر من مرة بالليل يعني يفضل نحن اعمله تحية سكر عشان اكسوكلود انه هو دايابيتك. يبقى ثلاث احوال بيعملوا البوليوريا. حالة منها الفيسيولوجيكالي. اكسيس فوتر انتيك. لما تشرب مياه كتير تعمل بول كتير. وحالتين مرضية زي الديابيتس انسيبيتس نتيجة نقص الانتدياريتك هرمون او الديابيتس مليتس نتيجة نقص الانسولينت ومشكلة في الانسولين ريسبتورز. في الحالتين دول بيبقى عندنا بوليوريا. طب ممكن البول يبقى كميته قليلة اوليجويوريا. اوليجويوريا يعني كمية البول قليلة. ده ممكن يحصل مثلا في الاطفال او في الكبار لو حصل لك دهيدريشان. لو انت يوم حرق اوي وعرقت كتير او رجعت وسهلت. كمية الميات الموجودة في جسمك قليلة. فكمية البول بتكون قليلة. يحصل لك دهيدريشان. يعني يحصل لك جفاف. او الناس اللي عندهم اكيوترينال فيليار. من اهم المانفستيشان لو شخص اكيوترينال فيليار. الفشل كلاوي حاد انه هم ما يعملوش بول في الاول اطلاق. وبعد كلم الشغالة. ما بتعملش بول. يحصل اوليجويوريا. البول يبقى قليل. بعد كده يحصل اانيوريا. يعني يكونش فيه بول اطلاقا. وده اللي بيدينا له نقطة اللي بعد كده كمبيليت اانيوريا. كمبيليت اانيوريا يعني فيش بول اطلاقا. وده بيحدث نتيجه اكيوت Viascular Thrombosis. يعني تحصل ثرومبس يعني جلطة في الدم اللي رايح ليه كلا. ما فيش دم يرايح. لو ما بحصلها بلازما كليرانس منزلش البلازما في Geolför. وفي اخر ما ببيحصلش بيكونش يورين موجود. تمام? نتيجه ثرومبوزيز. تمام? Viascular Thrombosis او لو حصل لك total urinary obstruction. Total urinary obstruction يعني انت عنده Iran افي الوريثرة فما فيه بول بيطلع overtura مجرى الريثرة وهو انك عندك ستونة في الحالة بين يمين والشمال ما فيه مية نزلة لمندا اليمين ولا من الشمال او عندك ستونة افلى الوريثرة افلى الوريثرة يعني البول ما بينزلش خالص فيه فيحصل لك انيوريا وده طبعا بيكون حاجة لو جالي عيان عنده انيوريا باكسوكلود Corn Datstra سواء كان ستونة افلى الوريثرة أو الناس اللي عندهم عندهم مشاكل في البروستاتا بروستات جلند اللي حصل فيها اندارجمنت كبير ممكن يقفل اليوريثرا أو يقفل مخرج البول ويحصل لك ان يوريا تمام؟ ده أول نقطة في الروتين يورين أناليسيز بشوف اليورين فوليوم هل عوى طبيعي ولا فيه بوليوريا يعني البول كتير ولا فيه أوليجويوريا يعني البول قليل ولا البول مفيش بول خالص كومبيليت أن يوريا تاني نقطة في اليورين أناليسيز بعد ما بعمل تحليل البول بيحصل بشوف الكسافة النوعية الخاصة بالبول تعرفين الكسافة النوعية الخاصة بالماء العزب هي ألف يبقى الماء العزب المية البحر بتصل لألف تلاتين البول بتاعنا عامل زي مية بحر عبارة عن مية وفيه شوية إلكترولايز وشوية ويستس بتنزل فيه اليورين عشان كده الاسبيسيفيك جرافتي الخاصة باليورين تتراوح ما بين ألف عشرة لألف خمسة وثلاتين كده هي مش مية البول مش مية بحرع مية وفيه إلكترولايز وبعض الويستس عشان كده الاسبيسيفيك جرافتي الموجودة في اليورين بيكون ألف عشرة لألف خمسة وثلاتين هل ممكن الاسبيسيفيك جرافتي تزيد؟ آه ممكن تكون لورزان نورمال يعني أقل من ألف عشرة والإجزامبل عندنا هو الديابيتس انسيبيتس فاكرين الناس اللي عندهم دايابيتس انسيبيتس نقص في الانتي داياريتك هورمون سيكريشن أو ريسيبتورز دول بيكون عندهم البول بتاعهم طبعا الانتي داياريتك هورمون ده اللي بيحتاجز المية فالمية تنزل كتيرة وما يكونش فيها الكترولايتس كتيرة فالاسبيسيفيك جرافتي بتكون قليلة في حالات الديابيتس انسيبيتس الاسبيسيفيك جرافتي بتكون أقل من النورمال يعني أقل من ألف وعشرة أما الناس اللي عندهم دايابيتس ميليتس يعني مرض السكر وده بيفرقلي بن نوعية دايابيتس الديابيتس انسيبيتس الاسبيسيفيك جرافتي بتكون أقل من النورمال إنما الديابيتس ميليتس الاسبيسيفيك جرافتي بتكون هاير ذا نورمال أكتر من ألف خمسة وتلاتين أو في الأبر الأبر رينجوف نورمال ممكن 1035 أو أعلى شوية. في الناس اللي عندهم دايبت اسم اللي تستبليبي يكون عندهم specific gravity عالية لأن الناس دول بيمرروا جلوكوز في اليورين. والجلوكوز لما ينزل في اليورين يعلي الكثافة النواية الخاصة باليورين. في ناس بيكون عندهم specific gravity low and fixed. قليلة وثبت على كده. ده الناس اللي عندهم chronic renal failure. يعني فشل كلوي حاد مزمن سوري. chronic renal failure الفشل الكلوي المزمن. الكلة أصبحت مش شغالة. فما بتقدر ش تعمل. لا تقدر تعمل reabsorption ولا secretion. تمام? وبذلك اليورين بينزل fixed specific gravity ما بيغيرش في specific gravity. شرب مياه كتير هينزل برضو 10-10 شرب مياه قليل وكان عطشان هينزل 10-10. لأن الكلية مش قادرة تغير في specific gravity. فضلت سبتة لعندها قدرة على reabsorption ولا على عندها قدرة على excreation. يعني بيكون low and fixed 10-10 في coronacrinal failure. تمام? من ضمن الحاجات اللي بنشوفها في اليورين analysis تحليل البول physical and chemical examination of urine physical and chemical examination of urine بعمل physical and chemical examination of urine في المعمل وبشوف هل اليورين بتاعي فيه بلد؟ هل طبيعي أن اليورين يكون فيه بلد؟ لا. اليورين المفروض ما يكونش فيه بلد؟ هل اليورين فيه بروتينز؟ اليورين طبيعي ما يكونش فيه بروتينز؟ هل اليورين فيه شجر؟ كل الشجر بيحصل له reabsorption فاليورين طبيعي ما يكونش فيه شجر. فوجود البلد أو البروتينز أو الشجر فيه اليورين ده ده indicative أن أنا عندي renal disease ده معناه أن فيه مرض في الكيليا. تمام؟ لو قلنا example كمان وبيشخص لنا أمراض زي الأمينو أسد بعض الأبنورما الأمينو أسد زي لو ظهرت في اليورين ده بيشخص لي بعض يعني واحد عنده مرض مراسي كونجينتال مولود به ليس عندها القدرة أنه تعمل لأمينو أسد معين فينزل في اليورين ده يشخص لي بعض الأمراض الخاصة بالتيوبيولز أيضا لو لقيت قلب من موجود ده معناها عندي مشكلة في الفلتريشن زي الناس عندهم نفروتيك سندروم مرض كده بيجي في الكلة بيخلي الكلة ما عندهاش القدرة أنها تحتاج إلى الألبومين وإن الباومانس كابسول الفلتريشن أصبح فتحات الفلتريشن كبيرة شوية بحيث أنها بتعدي الألبومين وينزل في اليورين وساعتها بيكون الألبومين تركيزه فيه الدم قليل وده بيخلي الشخص ده يحصل له إديمة إديمة يعني ورا أيضا لو ظهر جولوكوس في اليورين ده حاجة abnormal لو ظهر جولوكوس في اليورين وده بيحصل في الناس اللي عندهم دايابيتس ميليتس بيكون عندهم سكر في البول هل ده طبيعي؟ لا ده مش طبيعي لأنه وجود الجولوكوس في اليورين ده معناه إن ده في مرض دايابيتس ميليتس طيب يعني اليورين لو عملت له إجزامينيشن فيزيكالي وكيميكالي ولقيت فيه بلد أو بروتينز أو شجر ده معناه إن فيه رينالديزيز لو لقيت إن اليورين فيه كيمبية من الجولوكوس ده أشك إن يكون الشخص ده عنده دايابيتس ميليتس لو شفت إن أنا عندي abnormal albumin موجود ديكسيكريتت في اليورين ده معناه عندي مشكلة في الفلتريشن إن الفلتريت البورس الخاصة بإحتجاز الألبومن أصبحت واسعة فبتنزل الألبومن ظهور بعض الأمينو أسد في اليورين ده معناه إن عندي congenital tubular defector الأمينو أسد الفلاني ده رائش في اليورين من ضمن الحاجات اللي بأخدها في اليورين examination فحص البول microscopic examination إن أنا بفحص البول تحت الميكروسكوب أنا قلت بأشوف blood بس تحت الميكروسكوب بأشوف RBCs كرة ضم حمرة اللي هي المفروضة تكون مش موجودة في اليورين بأشوف bust cells وده indicative إن فيه infection موجود في اليورين bust cells يعني فيه صديد أو أشوف epithelial cells يعني فيه خلايا epithelial وده معناه indicative إن ممكن يكون فيه مشكلة أو infection أو رام أو غيرها من الحاجات وجود الكاستس والكريستلز ده معناه إن الكليا فيها pathology إنه ممكن يكون عندي renal failure تمام؟ وجود الـ Arbices والpast cells والمثيلial cells والكاستس والكريستلز في اليورين ده indicative إنه عندي renal pathology إنه فيه pathology في الكليا نتناول بقى موضوع تاني يبقى ده كان بخصوص اليورين analysis اليورين analysis من حيث الفوليوم تكلمنا عن اليورين analysis من حيث الفوليوم تمام؟ واتكلمت عن اليورين analysis من حيث الـ specific gravity واتكلمت عن اليورين analysis من حيث الفيزيكال والكيميكال examination of urine واتكلمت عن اليورين analysis من حيث المايكروسكوبك examination هنبدأ بقى في موضوع جديد إنه أنا بعمل اختبار العيان واشوف قدرة الكلية إنها تعمل إنها تقدر تحتجز البول أو إنها تفويد البول هعمل اختبار اسمه water diuresis test يعني الشخص ده أخليه شرب ميا كتير واشوف كله هتتعامل ازاي التست ده بياندكيت 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 إيه الـ ability of kidney to dial you thuring يعني الشخص شربته ميا كتير الفرود يحصل لبول يوريا البول ينزل بكمبيات كبيرة ونبقاش فيه داعي إنه أنا أطلع الـ anti diuretic hormone يطلع بكمبيات قليلة تمام وده بخلي السبجكت اللي قدامي evacuate his bladder يفضي البلدر بتاعته تماما واطلب منه إنه يشرب لتر ونص ميا بعد كده أجمع الـ urine during the next five hours وبأجمع البول بعد في الخمس ساعات اللي بعد كده نورمالي الشخص ده اللي خليته الأول فضل بلدر بعد كده أشرب كمية ميا كبيرة لترونوس بعد كده بدأت أجمع البول في خلال الخمس ساعات اللي بعد كده هلاقي إن الشخص ده بينزل البول بكمية كبيرة في الـ specific gravity أو الـ osmolarity الخاصة بالبول بتكون قليلة طبيعي من 500 إلى 800 تكون أقل من 800 ميلي بيكون الـ osmolarity أقل من ممكن أقل من 599 إلى 80 ميلي أزمول زي ما هناخد بعد كده بالأرقام طيب لو حصل impairment of vital excretion ده معناه إيه؟ ده معناه إن فيه renal insufficiency يعني الكلية لو أنا الشخص ده شربته ميا كتير وبدأ ينزل البول بكميات مش كتيرة ده معناه إن فيه مشكلة عندنا فيه الكيلية وتعاملها مع زيادة المية هناخد بعد شوية جدول هيوضح لنا كل كلام اللي إحنا بنقوله ده بإذن الله على المقابل فيه اختبار تاني water concentration test 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 بقى بتاع water concentration investigate the ability of kidney to concentrate the urine قدرة الكيلية إنها تقدر تركز البول بحيث الشخص اللي قدامي هسيبه صايم فترة طويلة عن الشرب بما يشربش فترة 12 ساعة وشوف هل الكيلية هل طبعا أبسألكوا سؤال ده وقت واحد بقاله 12 ساعة ما شربش ميا يعمل يورين كتير ولا يورين قليل؟ أكد هيعمل يورين هيكون كميته قليلة المحسي الكمية والأسمولارت الخاصة باليورين تكون كتيرة يبقى كميته قليلة والأسمولارت بتكون كتيرة تمام؟ أسمولارت بتكون في الأبر رينجوغنورمل اللي هو 1025 لألف و30 الspecific gravity بتكون في الأبر رينجوغنورمل والأزمولاريتي بتكون مش أقل من 900 ميلي أزمول يعني بتكون عالية طيب هنبدأ ناخد بقى بالأرقام كل الكلام اللي أنا قلته بحيث اختبار الديوريسيز والكونسنتريشن هناخد بالتفاصيل بقى اختبارات ازاي بنتم هذه الاختبارات بالتفاصيل steps of experiment which test water diuresis and water concentration test الاختبارين بقى اللي احنا قلناهم هنقولها بالأرقام ازاي بنعمل الاختبارات دي ونشوف قدرة الكلية انها تعمل diuresis لو شربت ميا كتير تنزل ميا كتير دسمو diuresis او انها تعمل concentration لو انا مشربتش ميا وصمت عمل ميا فترة طويلة ازاي بقى اركز البول ينزل مركز يعني زمولاريتي في عالية وكميته بتكون قليلة بيبدأ بقى ناخد 3 3 منكم تمام هنعمل عليهم هذا الاختبار او student واقم واحد ده normal ده control student ده الطبيعي شخص طبيعي هنقول له انت كده طبيعي اسكد توفايد اباوت 25 ميلي لتر of urine in urine analysis bottle هو طبيعي بيشرب طبيعي اللي هو الشرب بتاعه الطبيعي واخليه ناخد منه عينة بول مقدرها 25 ميلي لتر عشان اشوف التركيز ده شخص طبيعي لا طلبت منه يشرب مياه كتير ولا طلبت منه يصوم عن شرب المياه فترة طويلة شخص تاني اللي هو student b student b ده هتطلب an overnight water deprived student ده شخص خليه يعود 12 ساعة ما يشربش مياه subject evacuated his bladder خليه يفضل بلدر بتاعته ويتوقف عن شرب المياه لمدة 12 ساعة بعد كده اخد منه عينة بول واشوف ايه اللي هيحصل خليه يعمل عينة بول 15 ميلي لتر يورين وعمل يورين اناليسيس في البوتل الشخص التالت ده شخص water loaded student الشخص student c ده خليته يشرب مياه بكمية كبيرة بعد overnight water deprivation بعد ما يصحى من نوم طول الليل ما شربش مياه هتطلب منه subject subject to empty the bladder completely ان يدخل الحمام ويفضي تماما بعد كده اطلب منه ان يشرب كمية من المية حددتها في الاختبار ده ان انا شرطه 800 ملي لتر او لتر مية 800 ملي لتر of water شرب ازازة مية معدنية لها 600 وزيادة عليهم 200 يعني ازازة مية فيها حوالي لتر 800 ملي لتر من المية طيب وبعد من 30 ل 60 دقيقة من نصف ساعة لساعة بطلب منه ان يفضي البلدر واخد عينة 25 ملي لتر اعمل لهم اناليساس يبقى انا عندي 3 اشخاص شخص طبيعي خليته يشرب مية بالشكل الطبيعي اللي متعود عليه واخدت منه عينة بول عشان احللها وشخص اخر طلبت منه ان يشرب كمية كبيرة من المية 800 ملي لتر واخدت بعد مصف ساعة لساعة كمية بول عشان احللها وشخص اخر طلبت منه ان يقعد 12 ساعة ما اشربش مية واخدت منه عينة بول عشان احللها ايه هي النتيجة من ناحية الاسبيسيفيك جرافتي من ناحية الاسمولاليتي من ناحية اليورين فوليوم من ناحية الانتي دياريتي كوربون ايه وضعه الشخص النورمل بيكون الاسمولاريتي بتاع اليورين عينة اليورين بتاعه من 500 ل 800 ملي ازمول والاسبيسيفيك جرافتي بتكون من 105 ل 1030 واليورين فوليوم في اليوم لو جمعت البول بتاع يوم كامل بيكون من 1 لتر لتنطولي تربيل جردي والانتي دياريتي كوربون سيكريشن بيكون في النورمل نيفل ده الشخص النورمل تجي نشوف بقى الشخص اللي عطته كمية من المية كتيرة الاسمولاريتي الخاصة باليورين يحصل لها ايه تكون اقل من الطبيعي اقل من 500 ملي ازمول والاسبيسيفيك جرافتي بتكون اقل من الطبيعي اقل من 1500 واليورين فوليوم ما بقاش 1 او 2 لتر بقى كميته اكبر بقى عنده بولي يوريا والانتي دياريتي كوربون تركيزه والسيكريشن بتاعه بيقل عن الطبيعي اما في الشخص اللي طردته منه يصوم 12 ساعة بلاقي ان الاسمولاريتي اعلى من الطبيعي يعني اعلى من 800 ملي ازمول والاسبيسيفيك جرافتي اعلى من الطبيعي يعني اعلى من 1030 واليورين فوليوم بيكون اقل من الطبيعي بيكون عنده أولي جيوريا الشخص اللي صايم بقاله 12 ساعة اكيد الانتي دياريتي كوربون بيكون تركيزه عالي عشان يحافظ على المية في جسمه بقى بعض الاسئلة يا شباب هنشوف احنا فهمنا ولا لقى الكلام ده زا نورمال رينجو في سبيسيفيك جرافتي في هيرلين ستودينت اي ستودينت اي اللي هو الطبيعي بيكون ايه لسبسيفيك جرافتي كلكم سامعكم بتقولوا الف وخمسة لالف وثلاثين تم استؤالي التاني ستودينت بي ده الشخص اللي عملنا له يعني حرمناه من المية لمدة لمدة 12 ساعة سبيسيفيك جرافتي تزيد ولا تقل بقى سامعكم كلكم بتقولوا ان الشخص اللي بقاله 12 ساعة ما شربش مية الاسبيسيفيك جرافتي بتكون اكتر من الف تلاتين اكتر من الطبيعي طب ستودينت سي الشخص بقى اللي بياخد كمية مية كتيرة شربته مية 200 ميلي لتر مية بتاعته هتحصل في اليورين هيحصل ايه هتقل عن الطبيعي هتقل عن الف وخمسة كمية البول في الستودينت ايه كمية البول في الستودينت ايه اللي هو الطبيعي النورمال بيرسون اللي بيشرب ميات طبيعية كمية اليورين بتكون من واحد لاثنين لتر بردي والاسبيسيفيك والاسمولارتي بتكون من خونسمائة لثمنمائة ميلي ازمول سؤال تاني في ستودينت بي اللي هو عند وطر ديبرايفيشن اللي هو صايمة عن المية 12 ساعة يورين فوليوم ايه بقى ايه اس ديكريزد والاسمولارتي اسمولارتي هتحصل لها ايه اسمولارتي والبي انكريزد اكتر من تمنمائة تمنمائة ميلي ازمول الشخص اللي عمله يورين فوليوم هيحصل له ديكريزد هيقل والاسمولارتي بتكون اكتر من تمنمائة ميلي ازمول واحد خد مية كتير يبقى اليورين فوليوم هيزيد عن اتنين لت والاسمولارتي هتقل عن خمسمائة ميلي ازمول دي اسئلة عن الجزء الخاص نتناول باختصار ايه الحاجات اللي ممكن تخليك يحصل لك داوريسيس تعمل مية كتير طبعا هي حاجات كتيرة بس على مستوى على مستوى طلبة سنة تانية هنقول ان الوطر داوريسيس اول حاجة نوحي تشرب مية كتير يعمل مية كتير الناس اللي بتشرب مية كتير بيكون عندهم بولي يوليا تاني حاجة وسموتك داوريسيس الناس اللي عندهم دايابيتس ميليتس بيكون ننزل الجولوكوز يزود الوثمولاري تيفيليورين يصحب مية معاه دا اسمها أوزموتك داوريسيس بريشار داوريسيس enough الناس اللي ضغطوهم عالي جزء من الريجوليشن ان ينزلوا مية كتير عشان يقللوا الفوليوم عشان يقللوا بلوت بريشار كجزء من الريجوليشن زي بيسميها بريشار داوريسيس الناس اللي بتتناول أدوية دايureيسي زي اللازكس دا الضواء بينديه لو كانت ضغط عالي عشان ينزل الضغط او لو واحد عنده اديمة عشان ينزل اديمة او واحد ما بيعملش بول عشان يعمل بول اللازكس ده دراج بيعمل دايوريسيز بيزود كمية البول عشان كده اي واحد بديله لازكس لازم يكون جنبيه حمام عشان لو حب يدخل الحمام على طول فعشان دهول هو روحه فيه يكون قدامه مشوار طويل لانه هيحتاج يدخل الحمام فيه الطريق دايوريسيز باعد الدراجز بتعمل دايوريسيز او بيزود كمية البول سؤال برضو بنسأله لكم يا شباب يعني شخص عنده ديابيتس عنده مرض السكر عنده هايبرجليسيميا يعني زيادة الجلوكوز في الدم بوليوريا كمية البول كتيرة سأل الدكتور بتاعه عن سبب البوليوريا سأل الدكتور بتقول زيادة الأزموتيك بريشر في اليورين نزل الجلوكوز في اليورين زود الأزموتيك بريشر في اليورين زود الأزمولاريتي صحة بالمية بنسميها أزموتيك دايروسيس هنتناول يا شباب بعض الاختبارات لو رحنا للدكتور عشان يقول لك أنا عايز أتطمن على الكلية بتاعتك نتيجة هتعمل عملية عايز أتطمن على الكلية بتاعتك شغالة بكفاءة ولا لا إيه الاختبارات اللي بعملها عشان أتطمن على الكلية بعمل اختبار بالدم بقى أخد عينة من الدم أول حاجة باستيمية البلازما بروتينز بلازما بروتينز زي الألبومين مثلا الألبومين من ضمن أسباب أن يقل في الدم أن عندي مشكلة في الفيلتريشان أن ينزل في اليورين فيقل في الدم طبعا السبب الأساسي أن أساسا يبقى عنده ليفر ديزيز يبقى الألبومين قليل تصنيعه فيه الليفر قليل ولكن فيه سبب تاني لنقص الألبومين أن يكون بينزل في الفيلتريت لأن البورز الموجودة في الباونز كابسول بيكون واسعة فتنزل الألبومين أو البلازما بروتينز بتنزل فيه اليورين فاستيميشان في بلازما بروتينز برضو ده انديكيتف لأن فيه مشكلة رينة ولا لا أهم اختبارين للكلية هي البلود يورية اللي نورماليه ولازم تبقى حافظين النورمال رينجو في بلود يورية من 20 ل 40 ميلي جرام برديسي ليتر ده الطبيعي يعني الشخص اللي عنده مشكلة في الكلاب يكون البلود يورية أعلى من 40 ميلي جرام برديسي ليتر وأيضا البلازما كرياتينين أهم اختبارين بعملهم في الكلاب البلود يورية والبلازما كرياتينين نورمال البلازما كرياتينين من نص الواحد ونص ميلي جرام برديسي ليتر يعني لو زاد البلازما كرياتينين عن واحد ونص ميلي جرام برديسي ليتر ده انديكيتف إن فيه مشكلة رينة والبلازما كرياتينين is more specific للرينة عن البلود يورية بوتاسيوم كمية البوتاسيوم وكلكم عارفين ان الكليا هي اللي بتتحكم في كل الالكترولايس ومن ضمنها البوتاسيوم نورمالي الرينج بتاع البوتاسيوم من 3.5 إلى 5.5 ميلي اكويفلانت بالليتر لو زاد البوتاسيوم عن كده او قال ده انديكيتف ان في مشكلة عندي في الكليا الارقام نورمال رينجز دي مطلوبة منكم وممكن تجي في الامتحان وبتستقلوا فيها ولازم انت كدكتور من سنة تانية تبقى عارف ان دي اختبارات خاصة بالكلة وانك هتطالب بيها يعني تشوف هيقولك البلاديوريا بتاعته التسعين تعرف انه كده عنده مشكلة في الكليا الكريات انت خمسة مثلا انت تعرف انه عنده مشكلة تمانية انه اخلاص محتاج يغسل وهكذا موتاسيوم ليفل لازم تكون حافظين انه من 3.5 إلى 5.5 ميلي اكويفلانت بالليتر الانجو انورجانيك فوسفيت نورمالي الرينج الخاصة بالانورجانيك فوسفيت من 2.6 إلى 4.5 ميلي جرام بر دي سيليتر الفوسفيت اليوريك اسد نورمالي بيكون من 2.5 إلى 6.5 ميلي جرام بر دي سيليتر البي اتش البي اتش حمودة الدم الانورمالي في الارتيري البلاد بيكون 7.4 من 10 وفي الفينس بلاد 7 35 من 100 تمام اي تغير في البي اتش بيكون الكلا مسؤول عنه لان الكلا من اهم البوفرينج باورس من اهم العوامل اللي بتثبتلي البي اتش معرس باتري سيستم وغيرها من الحاجات بس الكلا اهم عامل بيحافظلي على البي اتش فلو البي اتش بتاعتك مش مظبوطة ده انديكيتف ان عندك مشكلة في الكيدني ايه الحاجات التانية اللي ممكن اعملها عشان اشخص مشاكل خاصة بالكلا الامدجينج تكنيكس الامدجينج تكنيكس يعني اشعة تانية وده عبارة عن اشعة بالصبغة عشان تشخص لي بقى وترسم لي ويعرف هل في مشكلة في منطقة معينة بشكل اوضح الالتراسنوجرافي السنار يحدد لك حجم الكلا وان الكلا بحجمات طبيعي وان اليوريتر طبيعية وتشخص ايضا بعض الحصوات والقول بتاع اليوريتر بلدر طبيعي ولا لا ده اسمها الالتراسنوجرافي لاشعة السنار كمبيوتر تموغرافي او سي تي اشعة مقطعية تبينلي الامور بشكلة اوضح ماجنيتك ريزونانس ايميجينج الاما آر آي اشعة الرانين دي بتشخص لي اوضح انجيوغرافي ده عبارة عن رسمي للقويات الدموية اللي رايحة للكلة واشوف الدم اللي رايح للكلة طبيعي ولا لا ببعمل اشعة عادية بلين اكس راي او انترافيرس يوريغرافي او اشعة بالصبغة تمام الالتراسنوجرافي اشعة سنار كمبيوتر تموغرافي اسعة مقطعية ماجميتك ريزونانس اشعة بالرانين والانجيوغرافي ده اشعة بحيث بشوف البلوت فيسلز الخاصة بالكلة وهل هي طبيعية ولا فيها مشكلة فيه سرومبوزيس وغيرها من المشاكل ممكن متعلقة بالكلة من ضمن الحاجات اللي برضو هنقول كلمة عنها المورفولوجيكال بروسيدورز شوف مورفولوجي بقى من انا اخد رينا البيوبسي عينة من الكلة او اعمل يورين سيتولوجي اخد عينة البول واشوف بقى الخلايا بشكل واشوفها تحت اشوف السيتولوجي السيلز وخلايا تحت الميكروسكوب بشكل اوضح دي كانت الحاجات الاختبارات المتنوعة اللي انا اخدها عشان اشوف كفاءة الكلة خدت منها اختبارات متعلقة باليورين اناليسيز تمام اختبارات متعلقة بالبلود اناليسيز وهاخد في المرة الجاية الاختبارات المتعلقة بالبلود واليورين اناليسيز في موضوع مهم اسمه البلازما كليرانس هناخده في المرة الجاية والامجينج تيكنيكس المختلفة الاشعاعات المختلفة والمرفولوجيكال بروسيدورز ده كان عن الجزء الخاص الاول جزء الاول في الاختبارات الخاصة بالكيدني باليوروجينة المديون بكده نكون انتهينا من الجزء الاول وان شاء الله هنتناول في الجزء التاني موضوع مهم وفي اسئلة عليه اللي هو خاص بالبلازما كليرانس وموضوع هيكون ايضا مهم لا يقل اهمية عن الموضوع اللي احنا خدنا نشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا